مساحة راحة مع الدكتورة آمال عبادي أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من يقول لشيء كن فيكون اللهم لا تردنا خائبين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين أعزائنا المستمعين نستمع اليوم ونكمل حلقاتنا المتتالية والتي تساعد في بناء الإنسان من جميع النواحي لهذا حديثنا بدأ عن معرفة نفسك وذاتك ومن أنت ومما خلقت ولماذا خلقت أسئلة كثيرة تتردد على الإنسان دائما حتى يعيش حياة مريحة لها مساحة كبيرة هذا السؤال الذي نسأل نفسنا فيه دائما من أنت يتردد كثيرا في عقول المثقفين وأصحاب المعرفة وكما ذكرنا سابقا مستويات العقول التي تفكر في حقيقة وجوده في الأرض لماذا؟ حتى يعرف من أين يبدأ ويستطيع أن يضع لنفسه أهداف عميقة يستطيع من خلالها أن يبدأ حياته بطريقة صحيحة مبنية على لماذا خلقت وما زال الجواب يتأرجح لديهم لأن الجميع يريد معرفة ذاته وما تحمله من أخلاقيات وثقافات وسلوك ومشاعر وهذا ما عرجنا عليه في حلقاتنا السابقة وسنظل نعرج عليه في طوال حلقاتنا لهذا الشهر الفضيل حتى نتعرف بحقيقة حياتنا وهل نحن على صواب أم على خطأ هل نحن نسير وفق ما خلقنا من أجله أم أزدادت علينا من خلقتنا وهي التراب وبدأنا نعيش في حياة بعيدة عن روح الله التي تجسدت في أجسادنا بعد التعرف على كيان الإنسان ومكوناته تعرفنا فيها على العقل والقلب وذكرنا بعض من كيف يرتبط العقل بالقلب في جسم الإنسان وما هي نتائج العقل إذا تطرف وما هي نتائج القلب إذا تطرف ونحن نعلم دائما كلما تطرف العقل ضبطت جميع مكونات جسد الإنسان لأنه يفكر بطريقة عقلانية وتساعده المشاعر في تحديدها وتوجيهها سبحان الله أعضاء في جسدنا تعيننا بعض الله ولكن من يعيها ومن يعمل بها بطريقة الصحيحة فعندما نتحدث عن الجسد كأننا نقول ما فائدة هذا الجسد إلى جانب العقل والقلب يعتبر الجسد هو المطبق لكل تحكمات العقل والقلب من حركات جسدية نحن نعلم كلما شعرت بشيء كلما تحكم العقل في توجيه هذا الشعور مثال يشعر الإنسان بالجوع فتتحرك جميع الحواس رغبة في أن يأكل نوعا معين من الطعام فيذهب الذهن بالصورة الكاملة ويتخيل هذه الأطعمة حتى أنه يشعر بالجوع ويزداد لمرحلة الجوع وإذا توجه الشخص للأكل المطلوب عقليا هو الشعور جاءه شعور بالجوع ولكن وجه العقل الإنسان في نوعية الأكل الذي يريد فإذا أكل هذا الإنسان شعر بالشبع إذن تغذي بعضها البعض بين العقل والقلب كذلك شعورنا نحو بعضنا البعض كيف نشعر بأننا نحتاج إلى أن نكون صادقين مع أبنائنا مع أهلنا مع مجتمعنا كيف نبني أنفسنا إن لم تشعر بحاجة أن المجتمع يحتاج إلى قدراتك وعقلياتك فأنت لا تعرف أين توجه مشاعرك الشعور في بعض الأحيان يجعلنا نتوجه بالطريق الصحيح وأقلنا يعطينا الطرق التي نتوجه بها سبحانك ربي خلقتنا في أحسن صورة ما الذي جعل الشخص يتحرك؟ هو الجوع فتوجبت عليه جميع الحواس وتوجهت إلى النداء الداخلي وهو صوت المشاعر التي تنادي بأن هناك جزء في الجسد يحتاج إلى تغذية وهي المعدة إذن قس على ذلك جميع حياتنا عندما يتطرف العقل في التفكير ويزداد عمقا في التفكير تتوجه المشاعر نحو ذلك انظر إلى القراء عندما يقرأ قصيدة أو شعر أو بيت أو قصة ماذا يشعر ناحية هذه القصة؟ إذا كانت القصة حزينة تجد الشخص تتوجه عقلية للقراءة ورغبة في معرفة المزيد وتتوجه المشاعر في معرفة الأحداث المحزن منها والمفرح سبحان الله فأين تعاملاتنا مع بعضنا البعض؟ وما هي مشاعرك؟ وأنت تقوم بكل أعمالك الدنيوية من عمل وظيفة من عملك في البيت من عملك مع والديك انظروا إلى الترابط العميق بين العقل والقلب سبحان الله ماذا يفعل الجسد إذا مرض؟ سبحان الله نحن نتحدث عن الجسد شعور الإنسان وهو مريض يعني معظم أمراض الجسم نحن نعلم بعض الأحيان سبحان الله خصوصا صغار السن وقبل أن يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة تحركنا المشاعر والعقل يوجهنا للطريق ولكن إذا كان العقل مغيب وتحركنا المشاعر تعبة النفسية يجب أن يتعلم ما هي نفسية في ذلك اليوم ما هو الشعور الذي يشعر به في ذلك اليوم عندما يعني يتحدث الإنسان مع ذاته ويقول اليوم أشعر بالسعادة أتوجب على العقل أن ينشر هذه السعادة أن يعلم جميع الأعضاء والحواس بأنك سعيد في هذا الصباح فإذا شعرت بالسعادة أمتد يومك بالفرح والسرور وأصبحت مشاعرك في علو لم تسقط ولم تصب بالأمراض أما إذا شعرت باليأس والإحباط وشعور بالنكد والألم وتشعر بأن هذا المرض سيصلك إلى أمراض أخرى وتصبح إنسان مريض معاق أدت المشاعر هذه للعقل هذا الشعور وأدت العقل أوامر لجميع الحواس والأعضاء في الجسم فيستجيب من به علة يستجيب العضو الذي به علة ويزداد علته ويشعر بالمرض وتدخل في دوامة وهي أسبابها نقطة التفكير التي فكرت بها وأزدادت فيها مشاعرك مما أعطى للعقل أوامر وأصبحت أعضاء الجسد تستقبل من العقل ماذا يريد وتنفذ ماذا يريد إذن كل ما علينا هو أن يجعل عقولنا دائما متقدمة في السيطرة على المشاعر السلبية وتضبط حتى المشاعر الإيجابية على فكرة وتتحرك أجسادنا إلى التوجيهات بتوجيهات صحيحة فكل حواسنا تتجه نواحي أهدافنا فتصبح جميع تصرفات الفرد حكيمة فيها عطاء وولاء ويحاول الإنسان اللجوء على أن يحقق الأهداف دون اللجوء للحيل الدفاعية أمام المواقف فمعظم الحيل الدفاعية التي يستخدمها بعض البشر تكون منقذة للموقف ولكن مضرة مستقبلا فلهذا نحتاج دائما أن نتعرف على خطواتنا ونقاط سيرنا فكلما وضعت نفسك في الاتجاه الصحيح ناحية فلنفترض أنه ناحية قبلتك التي تتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم بأن الله يقف أمامك ويقول أقبل علي عبدي فتعلم أنك في الخط السليم الذي يعطيك الراحة والمساحة لهذا نكمل معكم بقية حلقاتنا يوم غد إن شاء الله شكرا لمتابعتكم شكرا للمشاهدة